قولي بقى الاجتماع بتاع كله مع الكابتن محمود الخطيب هيبقى فيه هو المفروض يعني يتحدد الراجل مدي اللي عيبه سبعة يام أجازة هيرجع يوم 19 في نفس اليوم قبل التمرين هيبقى فيه قاعدة مع الكابتن محمود الخطيب ولانجل تخطيط للكرة المفروض هيتكلم مع الراجل في بعض النقاط الفنية الخاصة بالفريق سبب الروتيشن الكتير الراجل بيعملوا ليه في موراة الجونة عمل التغيرات دي كلها بالرغم من انت مدي اللي عيبه سبعة يام راحة وفيه فترة توقف وفيه لعيبة زي مثلا كريم الدي بيس ما كانش بيلعب ليه مش محتاج روتيشن يعني بترايحوا ليه امام كان بقاله فترة مصاب حسين كان بينزل لعيبة وبيبدل ففيه لعيبة ما كانتش محتاجة روتيشن النقطة التانية هيتكلم معاه فيه الطلبات او المتطلبات بتاعة الفترة اللي جاية وقصة الصفقات اللي انه هو متكلم معاه محاطة اسماء معينة المفروض الاهلي هيتعاقد معاه الموضوع التالت يعني ما يصور او ما يقال عن ان الراجل بتدخل ادارية نوي وكلام ده يحاولوا يتوصلوا مع الراجل ان يبقى الموضوع ما تشغلش نفسك بالشق الادارية اوه عشان ما ياخدش من تركيزك الفني فهيبقى فيه كلام مع الراجل ان انت عادي كل المعنى دي لايه لحد دي هو المفروض يعني اتجدد للسنة اللي بعد الجاي يعني السنة دي هو المفروض الراجل يجدد سنة ما نفهم هو مفروض لحد 2016 هل انت متأكد ان عاده ماينتهيش بنهاية الموسم الحالي لا لا ما نعلم هل هو وقع على الاتفادة بالزبط معلومة عندي ان الراجل موقع مع النادي الاهلي ونكمل مع الفريق حتب بسة كريم انا مختلف معاك عشان اولتان بارح طيب ما وقعشي على تمديد التعاقد حتى هذه اللحظة هم اتفقوا ولكنه لم يوقع لا لا انا عارفه ان العقد تراجع وهو راح للرجل لما كان فيه الاجازة وتم التوقيع عليه بمجرد وصوله لمصر ونوى جدي دي معلومة عندي خلاص انا بس مش عايز اخد السكة في ايه ان الراجل ماشي بالعكس انا عايز اكد راجل صعب جدا ان الراجل حتى لما كان بيجي له عروض من وكيله بيقول انا متمسك بالاهلي ويكمل بالاهلي وشوف بقى يرجع للسي في او طبيعة الراجل بحتى في اوروبا صحا مش الناس اللي بتمشي بالضبط طبيعته هو قاعد في بيته سنتين او اكتر وكان رافد ان هو يروح ايه حتة اللي لما يختار بالضبط النادري لما كان بيبقى مسك فرق ويجي له عروض اقوى ومبلغ افضل ومنتخبات كان بيتمسك بالسمراج فهو شخصيته مش من النوع اللي هو يجي له اوفر بفلوس اكتر او مش عالف انت عارفت السويسرين يعني رايقين شوية مش دمخهم بتبقى يعني سفلوس الدفع جنبك كتير عاوي برضو بص بغض النظر يعني هما ساعات في ناس ما بتحسبهاش كده زي ما انت عايز تحسبها زي ما انت مثلا بتقول يا ما قلنا كده والله الراجل ده مش هيبص على الفلوس وفجأة يبعنا لعب بقى او مدرم انا يعني عايز بص اوصل لك معلومة ان الراجل في تاريخه او في السيفيب لا كمان البطولات اللي حققها حاجة ومع النادري الالف في خمس بطولات في سنة دي بالنسبة له انجاز فييجي هو يضحي بطول الكاس عالم اندية بحقق فيها المركز الرابع السنة اللي فاتت وعنده دوري هو متصدر وفي دور المجموعات ووصل فيه بيلعب عنده فاينال كاس ماصر عنده بطولة سوبر من السهل او هو المرشح الاقوى انه يحقق يجي يسير الكلام ده كل ممكن يروح نادي ما ينجحش فيه فانا معلومة المتأكد منها ان كلر مكمل وموجود مع الفريق